يعد الشاعر الصومالي وارسم الشرع عوالي الشخص السابع عشر من العاملين في حقل الإعلام والفن في الصومال الذين قتلوا على يد مسلحين مجهولين خلال هذا العام في هذه الصورة يظهر الشاعر عوالي في حفل افتتاح المسرح الوطني الصومالي في مارس الماضي وهو يطالب الصوماليين بإحياء الفن والمسرح لإعادته إلى ما كان عليه سابقا لكن المسلحين الذين اغتالوه أنه حلمه برؤية مؤسسة المسرح وهي تقود مسيرة الفن في الصومال وقال الاتحاد الوطني لصحفيين الصوماليين إن شاعر عوالي قد تلقى مؤخرا مكالمات من مجهولين تهدده بالقتل كان أكثر الضحايا هذا العام من الصحفيين والفنانين ووصل عددهم إلى سبعة عشر كان آخرهم الشاعر عوالي قتلوا بتفجيرات انتحارية وبالرصاص وبعضهم تم ذبحهم بدم بارد وفي محضة كولمية الإذاعية التي كان يعمل بها الشاعر عوالي كان تأثير سدمة باديا على زملائه في العمل الذين يقولون إنه ترك فراغا كبيرا ليس في العمل الإذاعي فقط وإنما أيضا في العمل الفني لقد تأثرنا كثيرا بحادث اغتيال زميلنا الشاعر هذا بمثابة اغتيال ضمير المجتمع لكن ذلك لن يمنعنا من مواصلة عملنا وتحدي هؤلاء الذين يريدون إسكاتنا وإسكات الحقيقة أيضا وكان الشاعر عوالي عضوا في فرقة أونكود الفنية التابعة للقوات المسلحة الصومالية هذه الفرقة التي اشتهرت بالأغاني والمسرحيات ذات الضابع الوطني وكان يعمل في الفترة الأخيرة لصالح محضة إذاعية محلية حيث كان يؤلف تمثيليات الإذاعية ويشارك في تقديم بعض البرامج الفنية السحفية فاضمة عبد التي كانت تعمل مع الشاعر عوالي في محضة كلمية الإذاعية تتحدث عن ذكرياتها مع الشاعر الراحل والروحه الوطنية التي اشتهر بها كان الشاعر عوالي شخصا يحظى باحترام الجميع شاركت معه في تقديم برامج عدة وكان يشجعني باستمرار سأفتقده كثيرا وقبل ساعات من مقتل الشاعر عوالي ودع السحفيون والفنانون الصوماليون السحفي الإذاعي محمد محمود تورياري الذي توفي متأثرا بجراحه بعد نحو أسبوع من دخوله المستشفى إثر تعروبه لإطلاق نار في مقديشو بمسرع الشاعر وارسام الشرع عوالي فقدت الحياة الفنية والإعلامية في الصومال شخصية ريادية لكن العاملين في المجالين لا يزالون يواجهون عقبات كثيرة في أداء رسالتهم الاجتماعية والوطنية علي حالني بي بي سي مقديشو شكرا